تتواصل المعارك في جبهة نهم على عدة محاور رئيسية بعد العملية العسكرية التحرير موعدنا التي اعلنتها قوات الجيش الوطني في نهم ردا على الخروقات المستمرة من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح ففي جبهة الميسرة حقق الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية تقدما كبيرا بعد معارك شرسة سيطر من خلالها على جبل المنارة الاستراتيجي وقريتي ملح وبيت البوري وعدد من المواقع المحيطة كما تمكن الجيش من السيطرة على جبل صلافيح المطل على قرى بني فرج وتبتي القرابيع والركب رغم وعورة الطريق إلى هذه المناطق في ذات السياق سيطر الجيش الوطني والمقاومة على جبل الحبيل الموازي لجبل المنارة وقرية بيت السيد وصولا إلى منطقة القبة وسط تغطية وإسناد جوي من طيران التحالف العربي على الجانب الآخر من الجبهة تواصل مدفعية الجيش الوطني قصف المواقع التي تسيطر عليها الميليشيات وسط تقدم لأفراد الجيش الوطني وتحرير جبل القناصين ومواقع مجاورة وفي قلب نهم تقدم الجيش الوطني على الخط العام وسيطر على قرية الحول التي تتميز بوجود الأشجار الكثيفة والتي كانت تختفي وراءها الميليشيات من استهداف طيران التحالف العربي ونيران الجيش الوطني وبعد السيطرة على هذه المواقع المهمة تكون قوات الجيش الوطني قد شرفت على بني حشيش فيما مدفعيتها تقصف مواقع الميليشيات في أرحب ولا بد من صنعاء ولو طال السفر